صرحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأن شرطة الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت رئيس مجلس الأوقاف وشؤون المقدسات الإسلامية في القدس الشيخ عبد العظيم سلهب ونائب مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس ناجح بكيرات وسلمتهم قرارات إبعاد إدارية عن المسجد الأقصى المبارك لمدة سبعة أيام وقال وزير الأوقاف وشؤون الدينية الفلسطيني الشيخ يوسف إدئيس إن اعتقال مسؤولي الأوقاف هو تعبير عن الفشل والأزمة التي يعيشها الاحتلال بعد فتح أبواب مصلبة بالرحمة محذرا من تصعيد الانتهاكات الإسرائيلية وتدعياتها الخطيرة على القدس